اشتركوا في القناة بركاته على جميعنا من مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا يا رافعي من أبواب الموت لكي ما أخبر بجميع تسبيحك في أبواب ابنتي صهيونا هالليل يا مبارك بإسم الرب إله القوات المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأباض أمين الحق الحق أقول لكم إن من يؤمن بي فله حياتنا بديتون أنا هو خبز الحيات أباؤكم أكلوا المنا في البرية وماتوا هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء من يأكل من هذا الخبز يحيى إلى الآبدي والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنا أكله فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن لم تكنوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياتنا بديتون وأنا أقيمه في اليوم الأخير من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه كما أرسلني أبي الحي وأنا أيضا حي بالآبي فمن يأكلني فهو يحيى بي هذا هو الخبز الذي نزل من السماء ليس كما أكل أباؤكم المنا في البرية وماتوا من يأكل هذا الخبز فإنه يحيى إلى الآبدي قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفرنا حوما وإن كثيرا من تلميزه لما سمعوا قالوا إن هذا الكلام صعب من يستطيع سماعه فعلم يسوع في نفسه أن تلميزه يتزمرون من هذا فقالا لهم أهذا يعسركم فكيف إذا رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا الروح هو الذي يحيي وأما الجسد فلا يفيد شيئا والكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة لكن قوما منكم لا يؤمنون لأن يسوع كان عارفا منذ الابتداء من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي سيسلمه فقالا من أجل هذا قلت لكم إنه لا يقدر واحد أن ياتي إلي ما لم يعطى له ذلك من الآبي من ذلك الوقت رجع كثيرون من تلميزه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه فقال فقال لسلسل بديتي هو عندك وقد آمنا نحن وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي فأجاب فأجابهم يسوع ألم أكن أنا اخترتكم أنتم الاثني عشرة وواحد منكم هو شيطان قال ذلك عن يهوزا سمعان الإسخر يطي لأنه كان مزمعان يسلمه وهو أحد الاثني عشرة آه 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 والمقدول الله ده آه 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 آه